عبد العزيز من الفرع من الوشم يقول حفظكم الله ما هي عواقب الأكل الحرام عواقبه هو خيمة من أشد عواقبه أن الله لا يستجيب دعاء الذي يأكل الحرام الحديث الصحيح في المسافر يمد يا أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك يعني لا يستجاب له مدام يأكل الحرام نعم